مو نسبة العيد بقى وحي منتكلم عن العيد والعادية ومستنين طبعا اللحمة بكرة لكن هو الحقيقة احنا بقى دايما مستنين العادية في بقى يعني حاجة كده جات للمصيرين من السماء العادية أرخص عادية ستريدي لو اديت لأي حد العشرة جنيه الجديدة فهي عادية جميلة ومعتبرة وهينبسط ويفرح كأنك اديتهم 200 جنيه فاحنا عملنا تجربة النهاردة في الستوديو وبما اننا لما ادينا لبعض العشرة جنيه دي فالناس انبسطت فتعمل عمل 200 جنيه لانها جديدة وحلوة وشكلها لسه جديد العشرة جنيه جديدة يعني زادت عليها بقى الكلام واللي تم ترحاها من قبل البنك المركزي المهم جدا العشرة جنيه اللي احنا مدور عليها دي احنا عندنا كالعادة يعني شوية جدل شوية جدل على حلوة ولا مش حلوة طب هو التصميم ده حلو ولا مش حلو حقنا ولازم نعمل كده ولازم نتكلم لكن في خلفية قبل ما نقول حلوة ولا مش عجباني ولا مش عجباني انا رأيي في الموضوع ده ده رأيي كمستخدم وبالمناسبة دي حاجة صحية يعني انا شخصيا انا عرفت اه يا جماعة انه مكتب عالمي هو اللي عملها وانه دي حاجة عظيمة جدا لكن انا برضو شايفة انه المصممين اللي كانوا عاملين تصميمات عظيمة ومطروحة عجباني انا اكتر يمكن لكن مش لازم اللي عجبني انا اكتر هو اللي تعمل المهم اللي انا عرفه كمواطن بقى بعيدا عن فكرة الزوء وعجبني ومش عجبني الاشتراطات بتاعة الورقة دي فكرة العملة البلاستيكية المرونة القوة السمك الاقل العمر الافتراضي الاكبر اللي يخلينا كدولة نحافظ على او نقل العدد مرات طباعة نفس العملة هي نفس العملة بيتم دورة حياة العملة دي الجديدة اللي ماس كانها في ادينا دي تلت اضعاف العملة اللي ممكن تكون انا بحاول بس كده ايه اه 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 لذيذة وجميل انا في العادي ما بحبش اتني العملة فمش هعمل كده مش عايزة اعمل كده مش عايزة اقطع من حالي بدي احب فهي جميلة ولطيفة دي العملة الجديدة مقاومة للمي قابلة لاعادة التصنيع وكل المواصفات اللي تخليني هنا بقى اتكلم عن تزوير العملة اه طبعا مش هتتزور العشرة جنيه لكن اه دي بداية ودي بداية لتغيير العملة المصري واللي فينا ارى او زاكر او سمع بعض النصائق الاقتصادية دي كانت واحدة من اهم الامور اللي كان بينصح بانها تحصل في الفترة الحالي